موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة ماس انرجي فيديو النهاردة ان شاء الله مع طلاب التحصيلي هنتكلم فيه عن اهم واحدث التجميعات اللي وردت في الفترات الاخيرة سؤال يا شباب من اسئلة الاحتمالات المهمة بيقولك مكعب مرقم من واحد الى ستة قلقية مرتين ما احتمال ظهور وجهين مجموعه ما تمانية طبعا يا شباب مسئلة زي دي الاختيارات بتاعتها خدمك شوية في المسئلة يعني تقدر تحلها بمجرد النظر هو هنا بيقولك المكعب ده قلقية مرتين وبالتالي فضاء العينة هنا هيكون ستة ضرب ستة يعني هيكون ستة وتلاتين طبعا لانه كل مكعب له ستة احتمالات فستة في ستة بستة وتلاتين مفيش غير اجابة واحدة بس مقامها ستة وتلاتين فتقدر تاخد الجواب ايه ولكن نفترض ان فيه كان اكتر من اجابة مقامها ستة وتلاتين يبقى انت هنا مضطر تطلع الاحتمالات كلها طيب مجموع وجهين بيساوي تمانية ايه هم الوجهين اللي ممكن يكون مجموحهم تمانية ممكن طبعا على المكعب الأول يطلع 6 والمكعب الثاني 2 كده مجموعهم 8 أو على المكعب الأولان 2 والمكعب الثاني 6 أو المكعب الأول 4 والثاني 4 أو ده 5 وده 3 أو ده 3 وده 5 كده عندك كام احتمال خلي بالك دول كده يا شباب يعتبروا احتمال 1 يبقى هنا 1 2 3 4 5 يعني 5 احتمالات من الاحتمالات كلها اللي هي 36 يبقى يزن الجواب الصح بالفعل هو الجواب ايه من الشكل ما مساحة المسلس ABC طبعا شباب عندنا قاعدة جميلة للحصول على مساحة اي مسلس هي نص حصل ضرب اي ضلعين في صين الزاوية المحصورة بينهم يعني هنا هنقول نص ضرب حصل ضرب الضلعين اللي هم 20 ضرب 16 في صين الزاوية المحصورة بينهم اللي هي صين 30 وطبعا انت عارف كويس ان صين 30 دي قيمتها بنص يعني اصبحت المسألة نص ضرب 16 ضرب 20 ضرب نص طيب ايه الطالب الجميل انت عندك نص العشرين عشرة ونص الستاشر تمانية اصبحت مسألتنا عشرة ضرب تمانية بسوية تمانين وبالتالي الجواب الصحي هنا والجواب بي سؤال مهم جدا يا شباب بيقولك قيمة الحد 121 في المتتابعة الحسابية 4 سلب 1 سلب 6 وسلب 11 هو كامل طبعا يا شباب عشان تطلع الحد 121 يبقى انت لازم تطبق قانون ايجاد الحد النوني اللي هو AN بيساوي A1 زائد N مقص 1 ضرب دي مفروض طبعا تكون حافظ القانون ده كويس جدا هو هنا عندك الحد الاول معروف هو الحد الاول بيساوي 4 حط هنا 4 زائد ال N دي اللي هي رقم الحد اللي هو بيسأل عنه يا شباب هو عايز الحد 121 هتشيل ال N وتحط 121 121 نقص 1 يعني 120 ضرب دي دي اللي هو اساس المتتابعة الحسابية او مقدار الزيادة بتاعتها هنا ال 4 بقت سالب 1 يعني نقصة سالب 5 نفس الكلام لو انت مش عارف توصل ال 4 وسالب 1 عشان ده يعني عدد موجب وعدد سالب بصوا كده على سالب 1 بقت سالب 6 نفس الكلام برضو نقصة سالب 5 يبقى دي هنا هيكون سالب 5 اضرب بقى ضرب عادي خالص اللي 4 عادي تنزل زي ما هي واضرب عندك سالب 5 ضرب 120 سالب في موجب بسالب 5 ضرب 0 0 و2 ضرب 15 0 ومعايا 1 1 في 5 ب5 زائد 1 6 اصبحت مسألتنا 4 ناقص 600 يعني 596 وبالتالي الجواب الصحي انا طبعا متنساش السالب الجواب الصحي انا سالب 596 الجواب صي متتابعة حسابية حدها العاشر بيساوي 15 وحدها الاول يساوي سالب 3 ما اساسها طبعا شباب اي سؤال بيسألك على رقم الحد او الاساس او الحد الاول وهكذا لازم تكون حافظ قانون ايجاد الحد النون اللي هو ايه اللي هو ايه ان بيساوي ايه واحد زائد ان نقص واحد ضرب دي هو هنا خلي بالك عاوز الاساس يعني عاوز دي والرجل مدي لك حدها العاشر يعني ده رقم الحد اللي هو ان وقيمة الحد العاشر اهو اللي هو 15 اللي هو اي ان وكمان مدي لك الحد الاول اللي هو ايه واحد كل اللي انت هتعمله هتاخد القيم دي وتحطها في القانون تعويض مباشر اللي ايه ان يا شباب اللي هي قيمة الحد زي ما اتفقناها هتكتب 15 بيساوي ايه واحد عندك سالب 3 زائد خلي بالك هو عايز الحد العاشر وبالتالي ان الجميلة دي هتساوي 10 10 نقص واحد يعني 9 ضرب دي اللي احنا محتاجينها حل بقى معادلة عادية خالص مجاب 3 هنا وهنا دول هيوحشونا خلاص يبقى 15 زائد 3 18 بيساوي 9 ضرب دي احنا عاوزين يديها شباب هنقصم هنا على 9 وهنا على 9 دول مع السلامة خلاص يبقى دي بيساوي 18 تقصيم 9 2 وبالتالي الجواب الصحي هنا والجواب ايه اذا كان الحد الاول في متسلسلة حسابية هو 5 والحد العشرون هو 62 فان مجموع اول 20 حد فيها يساوي كام طبعا شباب الراجل هنا عاوز مجموع متسلسلة حسابية وبالتالي هنطبق القانون الجميل اللي احنا عارفينه اللي هو قانون مجموع المتسلسلة الحسابية اللي هو ان ضرب ايه واحد زائد ايه ان على 2 طبعا شباب ان دي عدد الحدود هو بيقولك اول 20 حد فهتشيل الان دي وتحط 20 مضروب في ايه واحد يعني الحد الاول اللي هو 5 زائد ايه ان اللي هو الحد الاخير اللي هو الاتنين وستين كل ده تقسيم اتنين طبعا ممكن تختصر الاتنين الجميلة دي مع العشرين فيها العشرة بعد كده تجمع خمسة زائد اتنين وستين سبعة وستين سبعة وستين ضرب عشرة يعني ستمية وسبعين وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب دي سؤال مهم جدا يا شباب بيقولك مجموع المتسلسلة الحسابية اللي مكتوبة دي وسوي كم طبعا عشان نحصل على مجموع المتسلسلة الحسابية انت محتاج تطلع ثلاث حاجات ايه هم الحاجات دي يا شباب المطلوب منك N وايه واحد وايه N الحاجات دي هتطلع بمنتهى السهولة N اللي هو عدد حدود المتسلسلة عدد الحدود دي يا شباب بيكون النهاية اللي هي عشرة ناقص البداية اللي هي واحد زائد واحد يبقى ايزا عشرة ناقص واحد زائد واحد يعني عدد الحدود هنا هيكون عشرة بعد كده A واحد اللي هو الحد الاول هتشيل الكي وتعوض مكانه بالعدد الاول المكتوب هنا وهو واحد فهتعوض هنا مكان الكي بواحد يا شباب يلا اتنين ضرب واحد يسوي اتنين اتنين زائد واحد يسوي تلات قدل A واحد طب الايه انه هتعوض بقى مكان الكي بس المرة دي هتعوض بعشر اضرب بقى 2 في 10 بـ 20 زائد 1 يعني 20 زائد 1 يساوي 21 نطبق بقى القانون المجموعة يا شباب اللي هو SN بيساوي N مضروب في A1 زائد AN على 2 تعويض مباشر بقى يا شباب لأن عندنا بعشرة مضروبه في A1 اللي هي 3 زائد AN اللي هي 21 على 2 3 زائد 21 24 تقسيم 2 يساوي 12 10 ضرب 12 يساوي 120 وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب B سؤال سهل جدا يا شباب بيقولك الحد الأول في المتسلسلة المكتوبة دي يساوي كام طبعا يا شباب كل اللي هو عايزه هنا هو عايز A1 بيساوي عشان نحصل على الحد الأول هنعوض عن قيمة K ببداية المتسلسلة وهو 4 تعويض مباشر خالص هتضرب 6 ضرب 4 ناقص 1 6 ضرب 4 يعني 24 24 ناقص 1 يعني 23 وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب B من الأسئلة المهمة جدا يا شباب مجموعة المتسلسلة الحسابية المكتوبة دي يساوي كام عشان نحصل على مجموعة المتسلسلة الحسابية احنا محتاجين نجيب ال N وال A1 وال A N اللي ان طبعا يا شباب اللي هي عدد الحدود وده بيجي ببساطة النهاية اللي هي 21 ناقص البداية اللي هي 9 زائد 1 21 ناقص 9 12 زائد 1 13 ال A1 هنعوض عن قيمة ال M اللي عندك بتسعة تعويض مباشر فتكون 5 ضرب 9 يعني 45 45 زائد 6 يعني 51 بعد كده ال A N هنعوض عن ال M بس المرة دي ب21 يبقى 5 ضرب 21 1 ضرب 5 خمسة واثنين في 5 ب10 105 زائد 6 يعني 111 بعد كده هنطبق قانون مجموعة المتسلسلة يا شباب اللي هو N في A1 زائد A N على 2 تعويض مباشر بقى N عندك هنا ب13 والA1 ب51 زائد ال A N ب111 على 2 طيبنا يا شباب 51 زائد 111 1 زائد 1 1 و 5 زائد 1 6 والواحد ينزل 162 على 2 16 تقسيم 2 8 و 2 تقسيم 2 1 81 ضرب 13 ب1053 وبالتالي الجواب الصح هنا والجواب B سؤال من الأسئلة المهمة جدا يا شباب بيقولك مجموعة المتسلسلة الهندسية اللانهائية المكتوب ده يساوي ايه؟ طبعا انت هنا لازم تكون عارف قانون مجموعة المتسلسلة الهندسية اللانهائية اللي هو بيساوي الحد الأول على 1 ناقص أساس المتسلسلة دي طب نجيب الحد الأول إزاي شباب كل اللي انت هتعمله هتعوض عن الكيه دي بمقدار واحد فلما تعوض هنا عن الكيه بواحد أصبحت 3 على 2 ضرب 2 على 3 طبعا الشباب 3 على 2 ضرب 2 على 3 يساوي واحد وبالتالي الايه واحد عندنا هنا هيكون بواحد على واحد ناقص الأساس الأساس هنا هو ما بداخل القوس يعني أساس المتسلسلة دي يا شباب هو 2 على 3 أصبحت مسألتنا سهلة جدا واحد على واحد ناقص 2 على 3 يعني تلت جات إزاي شباب الواحد ده 3 على 3 3 على 3 ناقص 2 على 3 يعني تلت والقاعدة الجميلة اللي احنا عارفينها مقام المقام بسط وبالتالي التلاتة دي هتطلع تنضرب في الواحد يساوي تلاتة يعني الجواب الصحي أنا والجواب سي ترجمة نانسي قنقر